مساء الخير على كل متابعين الوطن وكل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب السنة جميلة على كل العالم مش على مصر بس طبعا احنا اول ما بنسمع الابراج اول حاجة بتيجي في بالنا احنا حظيني ايه السنة دي يا طرح السنة دي بيقول لنا ايه انت دي بالحمل طب الحمل عايزي يعرف حظه ايه عايزي يعرف ايه طب ما هو انت مشكلتك في دماغك انت اولا برغم زكائك الشديد جدا احنا اتكلم عن الرجالة وهنا اتكلم عن الستات طبعا الرجالة بيبقوا دايما مهتمين قوي بالنحية العملية الستات بالنحية العطفية يعني المعظم يعني طب هنتكلم الحمل طب انت زكي جدا خسارة زكائك خسارة امكانياتك في الغرور في انك ما بتحبش حد يقول لك ينصحك ما بتحبش حد بتبيع بسرعة يعني انت بتبيع حتى في الارتباط بتبيع بيع يعني ما تزعلش مني انا مش هقول المميزات انا هقول العيوب عشان ناخد بالنا منها وكلنا نتعلم من اخطاء الغلط مش عيد فانت بس اولا متسرع جدا بتعمل الحاجة قبل ما تفكر حتى في طريق كلامك بتتكلم وبعدين تفكر لا اتقل شوية فكر قبل ما تتصرف فكر قبل ما تتكلم مش اي حاجة تيجي على بالك تقولها ما تجرحش ناس باسلوبك يعني بيع شوية في حتى الارتباط بتفوت منك بنات كويسة بعند بكبرياء بانك ما تروحش تصالح بانك يعني حادات كتير قوي تفاصيل كتير طبعا اليوم والشهر بيخليني اعرف الشخصية اكتر بس انا بتكلم بصفة عامة ستات الحمل ست الحمل ست قوية جدا ما بتعرفش تقول حاضر غير لما تقتنع فطبعا ما ترتبطيش براجل عنيد زيك ويكون شخصيته قوية وسيسايد ما انتو هتنطحه انتو لتنين في بعض فبرضه هتبقى فيها مشكلة فالبرج اللي بعده بس عن الحوق اللي تور برج التور في الراجل قد ايه مجتهد وزكي وبيسعى كتير وانا دايما بحس ان التور يعني مش بيقع الوقعات الهبدات بتاعت ابرج كتير لانه دايما بيشغل عقله اللي بيشغل عقله مش بيخسر فالتور ان شاء الله انا متوقع له النجاح والاجتهاد في 2021 لانها تبقى سنة صعبة وعايزة اجتهاد وعايزة بال طويل ونفس طويل والتور نفس وطويل ومش بيقس بالسهولة فان شاء الله لحظ معك بس كفاية عند بس وانصحك ايه تخف من العند شوية بالنسبة بقى لست التور ست التور ست بمية راجل وجدع وكل حاجة بس برضو صوتها عالي عنيدة عايزة رأيها ايه اللي يمشي تحب قوي تبقى ايه راجل وست يعني تناطح يعني بس ايه خفي شوية لو عايزة ترتبطي والدنيا تمشي يعني خسارة صفاتك الحلوة دي في العند وفي الصوت العالي وفي الكبرياء يعني ايه الجوزاء راجل الجوزاء برضو من الابراج اللي انا بتوقع له النجاح ان شاء الله في عشرين واحد وعشرين لانه مسابر ومجتهد وبيسعى بس خف من الغرور والانا اللي انا عندك عالية جدا خف منها شوية اه الناس اللي بتنصحك مش دايما ضدك يعني ممكن يكونوا بينصحوك لمصلحتك فيعني ادي فرصة للنصيحة وان شاء الله هتوصل ان انت قلبك ابيض جدا ومجتهد فده بيساعدك بيحللك ازمات كتير امرأة الجوزاء امرأة الجوزاء تقلباتها هي سر جاذبيتها بس بنصح امرأة الجوزاء ان هي تخف من العصبية شوية وتخف من حالات عندها سوينجز يعني عندها تحولات في شخصيتها فجأة تكتئب تتدمر الدنيا وبعد كده ترجع عادي خالص فايه خفيا عن نفسك شوية انا عارف انا ده في طبعتها بس برضو ست مجتهدة ومصبرة وبتوصل يعني ما شاء الله عليها بتوصل الهدفها ستديش اي فرصة لتقادثة البية هنيجي للبورج اللي بعده السرطان السرطان برضو بتوقع له النجاح باستثناء حالات الاكتئاب اللي بتجيله بيجيله ساعات حالات اكتئاب واحباطات يقول انا خلاص مش هشتغل انا هقعد في البيت انا هقفل على نفسي انا مش عايز شغل انا مش عايز طبعا دي بتبقى مؤقتة وبيرجع تاني لكن في المجمل برضو انا بتوقع له النجاح لانه مجتهد ولانه عنده استعداد يغير الكرير بتاعه او يشتغل في المجالات جديدة ما يعرف هو شيف تحسكك عارف يعني بيفتح سككك في طريقه مش اللي هو مثلا بيفهم في حاجة يقولك لا انا بفهم في حاجة مش هغيرها لا ده بيغير بيتور في نفسه بيفتح مجالات جديدة بيسعى مش عيب خالص السعي وندور في كل المجالات في السرطان برضو ان شاء الله يبقى حظه جميل بالنسبة لست السرطان طبعا هي جميلة وكل حاجة بس انصحك كفاية اكتئاب لانه ده بيأثر على صحتك كفاية حساسة جدا ودمعتها قريبة جدا ده كله بيأثر على صحتك اتلاقيك بتشتكي من امراض زي مثلا الحاجات اللي بتيجي الضغط القولون العصبي الحاجات دي بتيجي من النفسية لانك حساسة جدا ودمعتك قريبة ابعادي عن اي طاقة سلبية اي حد بيضايقك ابعادي عنه اي حد بيسبب لك مشاكل في حياتك تجنبه مش بقولك تبعادي تجنبه خذ الحلو اللي فيه فبعادي عن الطاقة السلبية ده نصحتي لامرأة السرطان لكن هي ستة جميلة خالص ايجي للأسد رجل الأسد اسعى واسعى واسعى لان انت مش بتسعى بتستنى الفرصة تجيلك عندك الانا وانا الأسد وانا مسعيش لا اسعى لو مسعيتش خلاص ما فيش يعني الحاجات اللي بتيجي على الجاهز خلاص ما بقتش زي الأول العالم كله بيسعى العالم كله في أزمة فأسد ما تعودش رجل على رجل ومستنى الفرصة تجيلك لأ انت اسعى لو انت مسعيتش غيرك هيسعى عايزة أقول يا جماعة الشغل مش بيقف على حد الفرص مش بتقف على حد انت مش آخر حد في الدنيا لو انت اتنكت على مديرك باتكلم على الأسد وباتكلم برضو بصفة عامة لأبرك كلها لو انت اتنكت على مديرك وقلت لا ده ده أنا بس هقروسه كده عشان يعرف امتي لا محدش بيعرف امت حد انت هتمشي هيجي غيرك فبلاش الثقة والإيه وال الأنا دي يعني خف منها شوية امرأة الأسد جميلة وعندك ثقة وكل حاجة مش مغرورة زي ما الناس فهمين لا انت مش مغرورة بس انصحك تحكيمي عقلك وكفاية قلبك لان قلبك كتير بيضيعك حكيمي عقلك في كل حاجة الناس مش براها زي جواها يعني الناس مختلفين فلازم تحطي النوضوع ده عشان بتاخدي كل يعني مشكلة ومشكلة بسبب ان انت بتصدقي الناس وبتفتكر ان كل الناس صدقة واللي في قلبها على لسانها زيك هنيجي بقى للعزراء العزراء برضو من الأبراج اللي انا بتوقع لها النجاح ولكن ولكن اهم حاجة ما يبقاش الغرور الزايد كمان زي ما وجهت نصيحة الاسد بوجهها لعزراء لان رجالة العزراء ما عرفش عندهم اللي انا برضو يمكن كمان اعلى من الاسد هم عايزين هم طموحين ومخلصين جدا في شغلهم وكل حاجة على اكمل وجه ولكن المشكلة ان هم حاسين ان هم مش لازم يتنازلوا انا مش بقولت تنازل ان انت ترضى باي حاجة بس بقول ان انت لو الشغل مثلا اللي انت عايزه ما نفعش ممكن تدور على شغل تاني ممكن تسعة ممكن لو مرتبك قال لنظرا للظروف ترضى ما تقولش لا انا مثلا المفروض اخد مبلغ كذا لو قال انا هسيب الشغل طب ليه احنا كلنا لو جالك فرصة تانية سيب لكن بلاشل انا انا بتكلم رجل العزراء بلاشل انا وان شاء الله تبقى سنة حلو عليك لان انت زكي ومجتهد ومقلص فعملك الى اقصى درجة امرأة بقى العزراء دي هي ظروف دي ظروء العزراء يعني الست هتتليقها بتتأقلم في شغلها ما عندهش مشكلة مرتبها ينقص ما عندهش مشكلة لو جزها جي زعق فيها لانه متنرفز من شغله يعني هتتأقلم فالعزراء الست العزراء هتعدي ان شاء الله بالازمة وان شاء الله مش هتخسر يعني ليه لانها دايما مشغل عقلها ودايما اللي بيشغل عقله يا جماعة مش بيخسر اللي بيخسر اللي بيشغل قلبه فقط لازم نشغل قلبنا بس عقلنا يبقى معنا الميزان سبب خسرته الأساسية التردد انا هشتغل لا مش هشتغل انا هدخل في المشروع ده لا مش هدخل انا هحط لا يعني هحط فلوس لا مش هحط فلوس لا انت كفاية تردد انت بتسمع رأي ناس كتير تاخد رأي الناس منكرش بس بتسمعش ولا رأي حد فيهم لا اسمع رأي الناس اللي تحس انها فعلا خايفة على مصلحتك وانها فعلا بتدور على مصلحتك الناس القريبين ليك مش بقول تسمع الكلام اي حد بيقول لك لان الناس نفوسها ما بقتش كويسة بس الناس القريبة لان انت مشكلتك في التردد ما بتعرفش تاخد قرار بس لو حطيت حاجة في دماغك بتوصل لها فان شاء الله هتوصل لانت عاوز بس برضو الاكتئاب اللي بيجي لك والاريافة اللي بتجي لك من فترة لفترة وتقفل وتقول مش مش تغل مش هعمل مش هتجوز مش الدنيا سودة كلام ده بيحصل كتير انا عايزك تنسى الكلام ده وتنسى اي سلبيات وتكتهد امرأة الميزان ست طيبة جدا 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 بس بلاش اللي في قلبك يبقى على طول على لسانك لان دهو يخسرك امسك لسانك شوية ما تقوليش بطري تفكير في تفاصيل بتتعابك نفسيا وبتأخرك وبتعابك كمان جثمانيا سيب الدنيا ماشيك كده بلاش تفاصيل وهي اكيد كمان ستات الميزان هتفهمني انا بتكلم في ايه يعني التفاصيل الدقيقة وانك تفتشي في كل حاجة وان انت عايزة تعرفي كل حاجة ماشي ازاي هو ده اللي تعبك لكن انت طيبة جدا بس خفي شوية من ان اللي في قلبك على لسانك ده هو ده ايه اللي بيوديكت مشاكل كتير طيب هنيجي بقى الابراج برج العقرب اللي انا فعلا بحبه جدا في ناحية العملية يعني فعلا برج العقرب ده ما يتخافش عليه برج العقرب صعب يتعرض لهزات مادية لانه دايما بيبقى عامل حساب بكرة مدكن كده فلوس على جنب عشان كده في ناس ممكن تقولوا ليه بخيل انا مش شايفة بخيل انا شايفة حريص شايفة مش بيحتاج لحد مش بيقلل نفسه مش بيمدي ايده لحد فمن الابراج العقلة اللي بتمشي بعقلها لانا بحب الناس اللي بتمشي دايما بعقلهم وان شاء الله ربنا هيكرمهم نظرا لانهم بيسعوا وبيكتهدوا وعقلين وفيهم صفات جميلة جدا وعندهم عند رهيب في مستقبلهم فما شاء الله عليهم ما يتخافش عليهم بس انصحوا ما يحطوش ما يتعملوش تعملات مادية لأيام دي يعني ما يحطوش فلوس في حاجة وخاصة ستات العقرب ستات العقرب برضو نفس الحكاية ما تخافش عليهم لانهم كمان علشان العقل عندهم شغال حتى لو جزها جيه مثلا تنرفز عليها بتستحمله غير خالص ما بنسمع عن العقرب يا جماعة العقرب ده من أجمل أبراج على فكرة وبس ما تقزوش انت متقزوش هيبقى زي الفل وهيبقى كويس معك يعني من أجمل أبراج في التعامل العقرب على قال لي له كلمة سواء راجل أو ست يقول الكلمة ينفزها وحد أنا شخصين بفضل التعامل مع يعني بحب التعامل معي يعني أنا مش هختر الناس بتعامل معي بس أنا بفضل العقرب لإني بيريحني له كلمة طيب نيجي على الكوس الكوس دايما الحز معاه زي الجوزاء كده محظوزين سبحان الله الكوس والجوزاء ليه محظوزين مش عشان أنا بتنبأ ولا بقول بكشف الودع ولا الكلام محظوزين لأنهم طيبين جدا وقلبهم من جوة زي الأطفال يسعلوا بسرعة ويهدوا بسرعة ينسوا الإساءة يعني طيبين جدا وعلى سجيتهم ما عندهمش خبص ولا لقم برج الكوس زكي وإن شاء الله الحز معاه لأنه مجتهد وما بيعودش في مكان وتلاقيه بيجتهد ويسعى ويروح وييجي فإن شاء الله الحز معاه بالنسبة لست الكوس عايز أقول لها بس ممكن الحز ما يبقاش معاك قوي السنة دي في المظاهر يعني الحاجات اللي كنت المستوى اللي انت كنت متعودة عليه والمصاريف اللي انت كنت متعودة تصري فيها ممكن ما تبقاش زي قبل كده يعني فيعني عايزاك تحكمي عقلك عايزاك تقتصد شوية في المصاريف بلاش التبذير بلاش الأوبر بلاش البذخ يعني نعيش على قد إمكانياتنا السنة دي لإن إحنا في أزمة عالمية مش أزمة في مصر مش إحنا الحمد لله في مصر مصدورين بس الأزمة عالمية فلازم كلنا زي اللي بيحصل علينا بيحصل على العالم كله نيجي بقى للجدي الجدي على قد ما هو مجتهد جدا وعائل جدا وطموح جدا ولما بيقوس حاجة بيعملها دماغ عالية جدا بس اللي جدي أزمته الأساسية العند بيعنت حتى في الصح حتى الحاجة لو حد بينصحوا فيها يعني أنت هو ممكن يعمل لوحده لو حد قاله اعمل كذا ما يعملوش عايزا أقول لك يا جدي مش كل الناس أعدائي مش كل الناس وحشة مش كل الناس عايزاك تبقى بالعكس الناس عايزاك تبقى كويس وكل حاجة ناس القريبين منك ما خابه ما نستشار يعني اسمع كلام الناس لأن انت بتطلع بتطلع وبتعمل فلوس وبتعمل وتيجي في عند في لحظة عند بتضيع كل حاجة عملتها وبترجع تاني فعايزا أقول لك يا جدي فكر واستشير ومش عايب أن انت تسمع رأي الناس الناس هاد اللي قريبين منك بيبقوا بيتمنوا لك الخير فاسمع كلام الناس ست الجدي امرأة الجدي طبعا على قد ما هي ست جميلة وفيها صفات حلوة بس عندها بتتفهم دايما غلط اللي جواها غير اللي براها يعني هي ست كويسة جدا بس لما تيجي تتكلم أو تيجي تعبر عن وجهة نظرها الناس بتنفر منها بتخاف منها معناها من جواها غالبانة وحنيينة وضعيفة وكل حاجة كل ده مش باية هي حتى كده هالة حواليها أنا بس بنصحها أنها تخف من العند شوية أنها هي ما شاء الله مقتهدة وكل حاجة بس تخف من العند ما تنطحش جزها كتير ما تعملش راسها براسه كتير لأن إحنا في أيام صعبة أكيد ممكن يرجع متنرفز عليها ما تعودش تخصمه ما تعودش تعنده بنصحها نتخف شوية يعني نيجي للدلو الدلو بنصحه يخف الزحمة اللي حواليه شوية لأن دايماً حياته فيها زحمة زحمة ناس زحمة صحاب زحمة يعني عذاك تركز في شغلك أنت ما شاء الله دماغك حلوة بس أفكارك تلاقي حد غيرك ياخدها يستفيد بيها فليه ليه أنت ما تستفيدش بأفكارك ليه أنت ما تعدش تركز وترتب أولوياتك حياتك من لغباطة عايزة تترتب فلازم ده وقت أنك تقعد كده مع نفسك ترتب حياتك وتشوف شغلك والتسعى أكتر لأن أنت برضو حياتة السعي دي على قد يعني أنت أنت تستهل أكتر من اللي أنت فيه دماغك ما شاء الله حلوة جدا جدا أنت بس نقصك شوية سعي نقصك شوية هدوء من اللي حواليك من الدوشة امرأة الدلو طبعا أنا بنصحها أن هي برضو نفس الحكاية أن هي برضو عندها برضو زحمة عندها ناس كتير حواليها صحابها يعني مش كل الناس بيتمنوا لك الخير مش كل الناس تاخذي رأيهم ما تتأثريش بأي حد أنت زكية وطموحة بس بلاش تأثير باللي حواليك وإن شاء الله هتكسبي لأن أنت إنسانة كويسة جدا وفنانة كمان اللي يوم حس فني جامد جدا ستات الدلو بالأخص هنيجي بقى للحوت رجل الحوت هو لازم يسعى يا جماعة لازم الحوت يسعى الحوت من الأبراج اللي بيرضب نصيب وبيرضب قليله وده حاجة حلوة مش وحشة بس ليه وانت فنان وكمان عنده حس فني رائع ليه ما تسعاش ليه ما تبعد عن الاكتئاب ليه تبعد عن الطاقة السلبية عنده طاقات سلبية كتير جدا فلازم تتخلص من السلبيات الطاقات السلبية لازم تبعد عن أي حد يديك طاقة سلبية ويأخر نجاحك مخك مش قليل ما يستهنش بيه وفنان وعبقاري وممكن تعمل تألف قصص ممكن تبقى روائي تبقى زيناريست تبقى أي حاجة ليه علاقة بالفن مجتهد في شغلك بس لازم السعي وتبعد عن الطاقة السلبية ست الحوت طبعا أنا بختم بيها بس دي من أجمل الأبراج أنا بحب ست الحوت جدا كأم وكزوجة هيلة جدا لكن بنصحها تبعد برضو عن الاكتئاب بتخش ساعات في أدوار اكتئاب ما بتعرفش تخرج منها بسهولة كمان أنا عايزها تفضفض لأنها كتومة جدا وشيالة بتقعد تتحط جواها وبيأثر عليها صحيا كمان زي السرطان فلازم تفضل حد قريب منك وتبعد عن الطاقة السلبية لأن انت وبلاش كمان يعني مشكلة أن عندها ساعات تكتئب ويبقى عندها طاقة سلبية والدنيا تبقى وحشة وساعات تانية تبقى عندها خيال يعني خليك يوقع يا بلاش الأحلام وبلاش الطاقة السلبية اللي بتقفل الدنيا في وشك يعني خليك يشغالي عقلك شوية نركن قلبنا على جنب كده نبقى يعني غطينا تقريبا الأبراج كلها وديت نصائح كده على خفيف حاجات كده بسيطة يعني طبعا أنا بعرف الشخصات أكتر باليوم والشهر بس أنا بدي صفات عامة ونصائح عامة ويا رب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا ويا رب تبقى سنة الخير وننسى الطاقات السلبية دي نصيحة لكل الأبراج ننسى الطاقات السلبية نقفل أي موقع أو أي موقع تواصل اجتماعي بيجيب لي طاقات سلبية يقفلوا يا جماعة دي سنة السعي سنة هتبقى صعبة مش هتعدي مش هيعدي منها غير المكتهد غير اللي اللي بيسعى هتحط رجل على رجل وتقول أنا برجي بيقول إيه برجك ما بيقولش حاجة ربنا بيقول لك اسعى يا عبد ونسعى معك كل سنة وحضراتكم طيبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة